أعلم بحضراتكم من جديد تقولكم البداية لك أن تفخر أنك أهلاوي ولك أن تفخر أن أنت بتحب نادي وبتشجع نادي العالم كله بقى بيتكلم عليه والعالم كله بقى بيقدر كفاح لعبته والعالم كله بقى بيقدر شخصية هذا الفريق وترتيب هذا الفريق لأنه النهاردة الحياة كل وسائل العالم كانت مهتمية بمصادر يا باشواندس عن موقع فوتبول داتا بيز اللي عرض قيمة أنديت العالم المختلفة بعدد نقاطها وفقا لعدد مبارياتها ومكاسبها واضح أنه باير ميونيخ طبعا بكل إنجازاته السنة محتل المركز الأول بتفوق كبير جدا لكن احتلال الأهلي للمركز 36 كانت مسألة مهمة جدا أنك أنت قدام فريق باشواندس يحق هذا العدد من النقاط ويجي اللي بعد منه الزمالك في المركز المية ستة وتلاتين فريق مية مركز شوف أي عملية تقييم تتحول إليه أرقام لازم أنها سمت ما تجدلش أو فيه طالما لها معاييرها السابتة كل أنديت العالم بتقيم على أساسي فأنت النهاردة كل السؤال اللي كان في بالي وأنا بقرأ هذا التقييم ومبسوط منه يعني هو أنا التقييم ده اتحسن بعد مشاركتي في كاس العالم ولا تأخر هو ده تقييمك بقى وتقييم أدائك في كاس العالم لا طبعا تتحسن أنت يعني اتحسنت طبعا فالتحسن ده نتيجة إيه إنجازاتك في كاس العالم أنت للمرة يعني التالتة بتوصل للمركز الرابع عشان تلعب على المركز التالت نجحت مرة وفشلت مرة ودي تالت مرة هنشوف هنعمل إيه فأنت عندك مركز تالت ورابع عبل كده أنت يا تالت ورابع نتمنى أن نكون تالت وتالت ورابع نتمنى ولكن تعالى الأول اتكلم على هذا التقييم لأنه كمان أنت سابق مفيش نادي عربي مفيش عربي أفريقي قبل منك أنت ضمن الستة وتلاتين النادي الكبير في العالم يعني لو قلت قائمة الأربعين أنت اللي بعد منك بعد كده بين فيكا وريال سوسيداد وبوكا جونيورز أنديها كبيرة جدا في العالم أنت بتسبقها هي دي ما كانت النادي اللي هالي زي ما قلت لحضراتكم واللي تكلم عنها بقى مدام جينا للفيديوهات كارل هانز رومونيجا رومونيجا واحد من أساطير الكرة الألمانية وبالنسبة للباير نميونيخ الرمز التاريخي والأسطوري لباير نميونيخ كان جيل البطولة وكان حريص حتى يكرم بعثة الأهل ويقدم هدية أو درع الباير نميونيخ هدية للنادي الآلي وبعته مع الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس هدارة النادي لأنه كان موجود خارج الفقاعة فعرف أنه يلتقيه ويبعت للنادي الآلي درع تكريم من باير نميونيخ على مشاركة الأهل في هذه البطولة وتأكيدا لهذه العلاقة